نفتح اللحظة ملف الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الثالث والأربعين بعد المئة لا زال حي الزيتون في مدينة غزة شمالا هدفا ساخنا لقوات الاحتلال التي تواصل أيضا قصف حي الشجاعية وتل الهوى ومخيم النصيرات إضافة إلى خان يونس ورفح جنوبا العشرات من الضحايا سقطوا خلال ساعات الماضية ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أزيد من تسعة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين قتيلا بينما الوضع الصحي والإنساني في القطاع ماض في تدهور مستمر على المساوى السياسي الواقع الجديد في الأراضي الفلسطينية يستدعي تدابير جديدة قال اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشيخ خلال الاجتماع الأسبوعي معلنا استقالة فريقه الحكومية استقالة وضعت تحت تصرف الرئيس محمود عباس في العشرين من الشهر الجاري وقدمها الشيخ خطيا اليوم حيثية هذا الحدث وخلفيته داخليا وخارجيا يرصدها مراسلنا من رام الله ماجد سعيد في هذا التقرير في إطار التفاهمات الفلسطينية الداخلية والأكليمية وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اجتي استقالة حكومته أمام رئيس محمود عباس كخطوة للتحضير لما بعد الحرب على غزة هذه الاستقالة من شأنها تمهيد الطريق لحكومة التكنوكراط التي جرى التوافق عليها مع حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية على أن تطلع بإدارة الشأن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في اليوم التالي من الحرب على غزة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اجتي المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين ومن أجل ذلك فإنني أضع استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس الرئيس عباس سعى من وراء هذه الخطوة إلى قطع الطريق على إسرائيل بوضعه الكرة في ملعب واشنطن والوسطاء بأن السلطة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ خطوات الإصلاح والقيام بمهمها شريطة توقف الحرب ورفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية كي تتمكن من أداء مهمها كما يقول المحلل السياسي أشرف عكا القيادة الفلسطينية تعطي إشارة أنها مستعدة للمضي كدما بالإصلاحات المطلوب منها ولكن ليس قبل أن يوافق المجتمع الدولي على وقف هذه الحرب حق أبناء شعبنا وأغذت القطاع وآدت إعماره لميديا ماجد سعيد رمالله